بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثاني من الشابتر الأول بعنوان Drawing Tools سوف نستعرض أدوات الرسم أولا نحتاج لدروينج بورد اللي هي سبورة الرسم في أنواع مختلفة من سبورة الرسم هنا عندنا المثال ده تحتوي هذه السبورة على تدريج أفقي وممكن نحتاج التدريج ده عشان نرسم الخطوط الرأسية وفي تدريج عمودي ممكن نحتاجه لرسم الخطوط الأفقية ثانيا نحتاج لست سكوير تريانجل هنا عندنا المثال زاوية 45 دي الزاوية 45 ودي الزاوية 45 ودي الزاوية 90 نعرف أنه مجموعة الزواية بتاع المثال هي 180 درجة كمان نحتاج للمثال 3060 ده المثالة 3060 ودي الزاوية 30 وهذه الزاوية 60 نحتاج المثالات هذه عشان نرسم الخطوط الرأسية والأفقية والخطوط المتوازية كما يمكن رسم الزواية بمقدار 15 درجة 25 درجة 25 درجة 45 درجة 60 75 و90 درجة ثالثا نحتاج للفرجار الهندسي كومباس لرسم الدوائر والأقواس هذا الكومباس بتانا ورابعا نحتاج إلى أقلام خشبية Wooden Penciles الأقلام هذي are graded and named by numbering and letters عند مجموعات مختلفة من الأقلام المجموعة الأولى اللي هي تبدأ من ال-B إلى 7-B المجموعة هذه in decreasing order of softness and blackness يعني هذه الأقلام مصنفة ومحدد في ترتيب تنازلي من ناحية النعومة والسواد هذه النعومة softness blackness السواد في المجموعة الثانية اللي هي ال-HB وال-F هذه ال-F وهذه ال-HB medium grade يعني متوسطة من ناحية النعومة والسواد فيها المجموعة الثالثة اللي هي اللي هي تبدأ من ال-H 2-H إلى 9-H هذه ال-H بتاعنا إلى 9-H وهي مجموعة في ترتيب تساعد من ناحية الصلابة increasing in order of hardness خامسا نحتاج إلى أوراق الرسم drawing paper عندنا أبعاد مختلفة للأوراق عندنا الشكل A4 A3 A2 A1 A0 وفي هذا المقرر هنحتاج للورقة اللي هي أبعادها 297 ضارب 420 ومحتاجين نعرف الأرقام دي والأبعاد دي لأنها مهمة جدا في رسم المنظورات ترجمة نانسي قنقر